لا تنسون عام 1907 أوصيكم أوصيكم وأنتم وأبنائكم لا تنسون 1907 مؤتمر آخر نجني ثماره المرة الآن عام 1907 دعا له رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت اسمه كامبل بانرمن دعا سبع دول أوروبية ليست من بينها ألمانيا دعا سبع دول وقال لهم بالفعل نحن الآن في مرحلة انحدار فيسأل السبع دول يقول بيننا خلافات كبيرة وبيننا تنافس خطير لكن هل تريدون البقاء على القمة أم تريدون بالفعل مواصلة السقوط فإذا بالإجماء يقول لا نريد البقاء على القمة وزعت في تلك اللحظة خرائط الوطن العربي كل الوفود كل فرد أخذ بلا شك خريطة الوطن العربي فإذا بيسأل كامبل بانرمن استلمتم الخرائط قالوا نعم وإذا يطرعونها فإذا بيقول هذه المنطقة من الخليج إلى المحيط هي سر قوتنا وسر ضعفنا هذه المنطقة الآن منطقة ضعيفة مهلهلة جاهلة متشرذمة يتقتلون على قطرة ما لكنهم يمتلكون كل مقومات النهضة يمتلكون ما لا نمتلك كلهم إلا بعض الأقليات البصر كلهم يتبعون دين واحد لغة واحدة بينما في أوروبا عشرات وعشرات المذاهب يقول من يذهب من الكويت إلى أنواكشوت لا يحتاج مترجم يتكلموا اللغة واحدة شوفها المساحة الشاسعة هذه المنطقة تشرف على أوروبا من الشمال وعلى أفريقيا من الجنوب وعلى شبه القرى الهندية وعلى آسيا هذه المنطقة تحتوي على كل الرو ماتيريالز كما ذكر هناك المواد الخامل اللي يحتاجها الغرب هذه المنطقة تستطيع أن تخنق العالم كله من خلال مضيق هرمز باب المندب قناة السويس مضيق جبل طارق فإذن هذه المنطقة ما لم تظل ضعيفة إن نهضت لأنهم كما قال لا يحتاجون إلا لقيادة صالحة بس قيادة صالحة متى ما حصلوا على القيادة الصالحة ستنهض هذه الأمور لأنهم لديهم كل مقومات النجاح فإذا بالسؤال ماذا نفعل أنا تمناكم أخوان والله إلو إحنا ندرس الماد خلناكم تقرؤون كل مقرراتهم خلونا نفهم شي اللي صار ضدنا إذا بهم يصلون كما قلت لكم إلى ثلاثة أمور يقولون يجب زرع جسم غريب يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي ما اسمه إسرائيل الأوراق عندي ما قالوا إسرائيل بالإنجليز وبالعربي لكن ما قالوا جانوا جسم غريب هذا الجسم الغريب له ثلاث أهداف الهدف الأول أن يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي الثاني أن يكون ولا أهل الغرب الثالث وهو المهم الثالث وهو المهم الثالث وهو المهم أن يجعل المنطقة في حالة لا توازن لأن التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة ونحن نريد أن نخلق أجواء تمنع نهضة الأمة إن نهضت فستأتي على حسابنا هذا الكلام في مقررات إذا ما قرأنا هذا خطأ نعنا فإذا بالغرب بالفعل يقرر إنشاء جسم غريب له ثلاثة أهداف يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي يكون ولا أهل الغرب ويعطل نهضة الأمة العربية ليه ما قرأنا هل المقررات؟ من عام 1907 من عام 1907 ما قرأنا هل المقررات؟ والله له الأمر بيدي يقررها على طلابنا في كل المراحل نحن إلى اللحظة هذه ما عرفنا عن هذا المؤتمر بينما الذي عرف عنه اليهود فإذا باليهود بقيادة حايم وايزمن يذهبون إلى بريطانيا أم الخبائث وإلى ألمانيا وإلى كل الدول أول مدهوة طبعا للخلافة التركية لكن مناعهم طبعا الخليفة عبد الحميد السلطان فإذا بهم يقولون قرأنا المقررات إيش رأيكم؟ إحنا نكون الجسم الغريم معاهدكم إن ولاءنا لكم للغرب بس بشر ما تتركوننا كل ما نطلبه منكم أعطونا إياه لنا دور واحد تعطي النهضة الأمة يكفيكم قالوا يكفونا يكفينا ذلك فاللي تراه أنت الآن هذا عقد بينهم أننا نعطل نهضة الأمة نجعل الأمة في حالة لا توازن لأن التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة ونحن لا نريد هذه النهضة فإسرائيل لا تريد أن تخسر كثير تعالوا أنتم ما نقوم بدوركم فلا يمكن تسمح لأمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا أي الدول لي بهزيمة إسرائيل لأن هزيمة إسرائيل يعني هزيمة مشروعهم الذي وضع عن 1907 ترجمة نانسي قنقر